أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حصات عين وحدث وفي عدد اليوم سنناقش عودة أحمد أويحيا الأمين العام السابق لحزب تجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الحليلة الساحة السياسية بعد قطيعة عن نشاطه الحزبي لأزيد من سنة كاملة عقب استقالته هذا الحضور الذي صنع الحدث داخل التجمع الوطني الديمقراطي أثار العديد من القراءات السياسية وحامت حوله العديد من علامات الاستفهام حول هذا الحضور ولمزيد من التفاصيل ولمناقشة الموضوع نستضيف اليوم بالقسم شعبان نائب المجلد الشعبي الوطني عن ولاية زوزو أهلا بك سيدي وكذا نبيل أحماني عضو بمكتب بلدية القصبة أهلا بك سيدي أولا مشاهدين قبل أن نتطرق إلى النقاش نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود أثار حضور الأمين العام السابق لتجمع الوطني الديمقراطي أشغال انتخابات المكتب الولاء للعاصمة لغطا في أوساط المناظلين حيث اعتبر محمد مباركي أن حضور أويحيا سيزيد من التلاحم والتضامن داخل الحزب حضور سيد أحمد أويحيا اليوم في هذا الاجتماع هو حضور عادي وحنا حبذنا به كل المناظلين اللي كانوا حاضرين حبذوا به لأنها عندها معاني كثيرة خاصة معنا بيداغوجي وثمن مناظل الأرندي حضور أحمد أويحيا واعتبروه دليلا على طي صفحة صراع الأجنحة داخل الحزب حضور سيد أحمد أويحيا الأمين العام السابق ووزير الدولة في الحقيقة هو رأيه كمناظل بلاية العاصمة ما زلت عرفه بأنه هو مناظل بلاية العاصمة وفي الحقيقة توضع منه باعتباره عضو مجلس ويلايح حضرة لا لا وهذا يشرفنا دائما هذا دليل على أن هناك التحام وتواصل في التجمع الوطني الديمقراطي لا يوجد جانح وجانحه وجانح واحد وهو تجمع الوطني الديمقراطي لدائما في خدمة الجزائر حضور أحمد أويحيا وعودته إلى الواجهة قد تكون مؤشرا لعودته للأمانة العامة سيما وأن دورة المجلس الوطني ستعقد قريبا عودتنا إلى ستوديو عين وحداث ونبدأ معك السيد بلقاسم شعبان إذن يبدو أن خرجت أحمد أويحيا لعملية تنصيب المجلس وحضوره لعملية تنصيب المجلس الولائي جاء للرد على تساؤلات حامت حول إما إذا كان سيلبي دعوة حضور دورة المجلس الوطني المقررة هذا الشهر وذلك بعد تغيبه في دورتين سابقتين الشيء الذي سيضعه تحت طائلة القانون الأساسية الذي يقضي بإقصاء كل عضو يتخلف عن حضور دورتين للمجلس الوطني أولا نحن في التجمع الوطني الديمقراطي عندنا قراءة واحدة فيما يخص حضور الأخ السحمد أويحيا في لقاء المجلس الولائي لولاية الجزائر العاصمة فيما يخص الخصوم كل واحد عنده قراءة وترجمة للأحداث وتفسير ودراسة ولكن حنايا واش نقوله أن السحمد عمرو مراحباش نقوله وارجع السحمد من سبا وتسعين مناظر في التجمع حتى الـ 2015 حتى اليوم الدقيقة هذه اللي راني نتكلمه فيها مناظر كان في قيادة جمع الوطني الديمقراطي كأمين عام من وليه للصفحة هذه اليوم رو حاضر برهن بأن المناظر البسيط صرح به شخصيا وراء نسمعنا إطارات الحزب التي تشرفوا على أشغال مجلسي لولاية العاصمة أنهم ينوي هنا بحضوره نحن نثني كل المناظرين كل القاعدة على الحزب كل إطارات الحزب على المستوى الوطني تثمن هذا الحضور تنوه به هذا يشرفنا هذا يزيد يعزز من المحبة من الصداقة اللي عندنا مع هذا السيد من مصدقية من روح من المسؤولية كرجل دولة عنده هيبة عنده ما شاء الله على كل حلاله نحن جمع قلنا أنه سحمد راح ولا سحمد أرجع السحمد كان في التجمع ولا يزال في التجمع طيب سيد نبيل هذا الحضور بحسب المتابعين لشأن السياسي يعد رسالة سياسية من شأنها أن تؤرق أمين عام الأرندي عبدالقدر بن صالح كما من شأنها أن تؤرق غيره وغيرهم من قادة الحزب السلام عليكم والبارح لدخلة سي ويحياء كانت شغف لنا كبير دخلتها هو والخصومات اللي كان يقولهم زميلي ما كانت خصومات في الحزب لكن البعض يقول أن الحزب أرندية في انقسام الآن لا سمح لي في هذا الشأن السحمد محضرش في الدورتين لكن لك حالة غاليين في الولايات نعم لكل حال كل ولاية بخصوصيتها نجيك مثلا نحن في ولاية تيزيوزو وشكين بخصوصيتنا ولكن أحبيت نقول لك فقط فيما يخص الأخ سحمد ويحياء أنه ما غابش عن دورة المجلس الوطني الثانية يعني انعقدت في جنفية وجوان في جنفية ما حبش يمشي لتفادي التشويشات والتأويلات والمغالطات الكلامية بشي كين بزاف اللي حبوا يدخلوا به بالسوق الكلام هو ما عطهمش الفرصة السحمد هذه هي رح المسؤولية عنده في شهر جوان السحمد كان هو له شرف عينه فخام طريس الجمهورية بش هو شخصيا لقاد المشاورات حول المسودة الدستور إذن السحمد كما قلتك مقبلة عمرو ما رح بش نقوله سحمد أو رجع سحمد كان ولا يزال طيب أحمد ويحياء وفي عملية تنصيب يعني المجلس الولائي أحرج عدة قادة في الأرندي لماذا يا ترى؟ أحلت البالة ما كان إحرج وش من الإحرج لي كان البالة؟ جاء نورمال هو أهدراني جاء مناضل نورمال جاء البالة ما جايدين إحرجوا الحمد لله جاء فرحنا به أحمد ويحياء كما قال لكن هناك قراءة عديدة صاحبة خرجة ويحياء بالزيارة التي قام بها البارحة ما أنا أقوله؟ هذه كانت القراءة تاعة وحدة أخرين كالناس يحضروا بركة ما من القراءة الحزب رأي يمشي؟ الحمد لله نورمال طيب يقال أن هناك أو بعد متابعين للمشهد السياسي يقال أن هناك أو أيام عبدالقادر بن صلاح أيامه محدودة والله أخي فيما يخص الكلام هذا كل واحد مسؤول على كلامه يعني ماذا بنا؟ أنه الشخص أو أي طرف يصرح بمثل هذه بمثل هذا الكلام أنه يتحمل مسؤوليته نحن لم ندخل في هذه المتاهات ولم ندخل فيها نحن غرضنا الوحيد حاليا هو إعادة هيكلة الحزب هذه الهيكلة الأمر الذي انطلقت به الأمنة الوطنية وهذه الهيكلة فيما يخص مثلا إحنا وليد تيزيوزو هناك العديد من القراءات من التأويلات إحنا في وليد تيزيوزو ما قلنا عمرنا ما قلنا ما نحبوش الشخص هذا ولا ضد الشخص في وليد تيزيوزو المطلب الوحيد والأساسي لأعضاء المجلس الولائي الشرعي هي الشرعية يعني مجموعة السبعة الأعضاء المجلس الوطني وإحنا ما لبلناش ما هي التقارير اللي توصل للسيد الأمين العام سيد القدر بن صالح إحنا ما لبلناش إحنا أشكينا إحنا دينا تقارير على التصرفات أشخاص التصرفات الخطيرة انحرافات وصل بين الأمر إلى رديزيو بيسانس فهمتني الناس ما تعوش تحتارم بعضها ووصلوا الناس تعدوا جسديا للأمين الولائي السيمو قدم طيب ليشتشرف على الحزب هذا منذ سنة 2004 إلى يومين هذا طيب علش نقول إلى يومين هذا لأن الناس يقولك أستقل ما استقلش لأن هناك هيئات تعالحزب هناك نظام داخلي وقالون أساسي إلى يا هل ترى هذه الاستقالة هل قبلها المجلس الولائي وهل قبلها الأمين العام طيب هل الحزب اليوم وبعدها عودت السيد يحيى إلى الوجهة السياسية سيشهد نوع من الصراع من أجل الاستحواذ على الأمانة العامة لحزب تجمع الوطني الديمقراطي لا سيحمد صرح هو شخصيا يعني هذه الفكرة وهذه العبارات يعني ما رهيش في قاموس تأخ سيحمد ويحيى ولا حاليا عند القاعدة ولا إطارة التجمع حناش نحبه حاليا يعني أن الحزب هذا يرقى إلى ما كان تكون على مستوى سمعته ومكانته في الصحة السياسية هذا هو الغرض هذا هو الغرض ما رهيش نجري أمور المناصب ما رهيش نجري أمور المكانات يعني صراحة شخصية أنا ما عندي إذا عندي مشكلة مع شخص نعرف نتصرف معروفار أنا الحمد لله نعرف كيفاش نتصرف نتصرف معه شخصيا ولكن في إطار الحزب الشي اللي بينه بينه هو القانون الأساسي هو النظام الداخلي لأنه مثلا في تزيوزو نقولك حاجة يا أخي نعم البارح شهدت يعني ولا تزيوزو والله يعني أسف شديد نتأسف باسم القاعدة النضالية اللي وليت تزيوزو نتأسف للشي اللي صار البارح والمجلس الولائي اللي وليت تزيوزو أشهر عي لمدخلش القاعدة يعني إحنا أنا أعلن أننا نتبرأ نتبرأ من هذه من الشي اللي الواقعي على الصلاة للسيد محمد فادن والسيدة دباش اللي جولة وليت تزيوزو اللي ترأسه أسرع نقولها ونعودها أسرع مجلس وليس أسرع مجلس يعني يشهدوا التاريخ في السياسة دقيقة في دقيقة نطوت الصفحة ما لبلناش إحنا ما دخلناش العشرة غير بعية جماعة الخير كنا برا نستنعوا في الكور باش ندخلوا نحاضروا كما أعضاء المجلس الولاي كنا نستنعوا في استفادة في الدخل الدخل للفندق باش يستقاه ويرتاح شوية نستنعوا فيه يخرج العشرة غير بعية مخرج مشينا ندخل للقاعة لقينا الصفحة انطوت على العشرة غير باع سوف يدير نوفر كارونت سنك مينوت والمحضر قضائي كنحاضر والاستدعاءات الاستدعاءات أنا شخصيا ما جنيش استدعاءة ونبعد نجيو الخروقات القانونية أنا جني استدعاء على العشرة اعضاء المجلس مستدعين على الساعة العشرة والامر الصادر عن رئيس محكمة تيزيوزو لتعيين محضر اعضاء القضائي للوقوف على الاشغال ومعينتها مدون فيها الاشغال التي ستاقد في فندق للاخدجاب ابتداء من الساعة العشرة واشن هو المبدأ القانوني نعرف القانون دي جعلن نقطة هذه اللي المبني على الباطل فهو باطل وماذا بنا ان نسيد الامين العام يعلم برشك راهم يدولوا تقارير كاذبة راهم يغلطوا في السيد الامين العام ضدك احنا ما راش ضده احنا بيانو كونترير اللوائح تعالى المؤتمر الولائي اللوائح المؤتمر الجهاوي واللائح اللي مشينا بها للمؤتمر الوطني دوث بتعكس ذلك لو كان انا الشي اللي قلقنا في تيزيوزو لعنة الله من كلمة انا باسم القاعدة بفضل القاعدة الحزبية اللي رانا اللي راني نايب لزميل نايب لزميل نايب والاخر رئيس مجلس نايب رئيس مجلس ولائي والاخر رئيس بلدية بفضل هم هاي را دي فرانس بينتنا وبين هم هما حنا تجور نولي ولي القاعدة هما ما يديرو هاش هاي وان غضنا الحال برشكو انا ترافايي انا جامي دي كون انا جامي عمرنا ما قلنا هذي تارحل شامي قلناها بيانو كونتر رمشينا وصرحنا في وجهه صرحنا في وجهه ولازم يعرف الامين العام انه هناك اعضاء في الامنة الوطنية متورطين في المشكلة هذا انا ما نعرفش يا عباد الله انا في دار واش علمني بابا قالي انا انا هو المسؤول على الدار وانت وخوتك يراكم تخدموا على الدار وحدة لازم تخدموا على الدار وحدة هذي ما رانا نخدمه للحزب هذا ومن خلال الحزب نخدمه للبلاد وهم يكسروا فينا على اساس الغيرة ما كانش يعني حاجة اخرى سينو واقتشح هاسبني نطرح سؤالين يا هل ترى انا نتوجه لسيد الامين اهما هذه الرسالة سيد الامين العام نطرح سؤالين هل الحزب في تزيوز وخرج عن المبادئ والقيم تعل الحزب هذا والبرنامج تياه هذا سؤال اول والسؤال ثاني هل الحزب هذا تحت رئاسة السيد مقدم طيب كأمين ولائي منذ 2004 الى 2014 ما حققش النتائج نعطيك انا شارجي للورغانيك نعطيك تفاصيل ولا نعطيك شوية ارقام 2004 كان عندنا ثلاث منتخابين رانا في 128 منتخب ثلاث نواب عهدتين متتاليتين 2007 2012 2012 2017 رانا عندنا نائب رئيس في المجل الشاب والولائي في تزيوزو عندنا عشر بلاديات 128 منتخب عندنا 600 مليطان كارتي سبعالاف مناظر منخارت بلوس عندنا اكثر من ألف سيمباتيزان متعاطف مع الحزب رانا في كل مداشر والقورة على الولاية بفضلها ماذا تم العمل هذا بالعمل والمثابرات والمصدقية طيب سيد نبيل هل لديك تعليق عن ما قاله سيد بالقسم الآن ماذا نقول أنا ما هو ويعاني من بعض التهميشات في تزيوزو في ولايته احنا ما نقدرش نقوله كما قاله كاين بعض الناس من المجلس الوطني على يده لا احنا كولاية الجزائر الحمد لله الناس شافت شافافية وشافت المسؤولين كيفاش نشطوا القائدة وخرجت القائدة نورمال ونورمال هادي الحمد لله طيب هل يقصر مشاريع الحزب في الجزائر العاصمة فقط نحنا ما نقوله شغل في العاصمة ومهامه أيضا مهام تاهم بأسير كارون تبيبيه لغاية شافة أخي احنا ماذا بنا ربي طول عمر حزب هذا وربي حافظه وانتمنوا أنه في كل ولايات الحزب يكون مستقر ويعيش يعني في هدوء احنا نددنا بعض الخروقات أنا نعطيك مثال أنا نقولك نقولهم لك بكل شفافية وصراحة يا هل ترى هل يعقل أعضاء المجلس الوطني عندنا مقر رسمي في الحزب في تيزيوز ومعروف وقسمك بالله أي واحد في تيزيوز وتقوله حزب اليارين دي والله المقر يديك علاش برشكحنا النواب عندنا هذا ست سور ست سبع أيام على سبع أيام محلولة أوفرت نستقبل المواطنين بدون أي تمييز مهما يكون اللون السياسي تاعه مواطن مواطن هم ينشطوا أعضاء المجلس الوطني هذا ينشطوا على مستوى مقر المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة اففاس أنا ما نرحم الشلفة السياسية أنا أرحمته فيما يخص للديفلوكموند لولايا درنا لاليونس مرحبا أهلا وسهلا اتفقنا على الأهدف تطوير يعني نشوفه للديفلوكموند لولايا ولكن من الجانب السياسي هو عنده المنهج تاعي ونعندي المنهج تاعي عندي المقر نشط على مستوى المقر حتى بطاقة حتى بطاقة جديدة تعال إنخيرات ما دخلتش مقر الحزب أنا نمشي لا بيوي اففاس ندير لكارت أقسمك بالله يلو كنلقى الجنة ثم ما ما نمشيش طيب هل هذا الخالة المتواجد داخل الحزب يعني سيتفاقم ويصبح مثل ما شهدناه في حزب لفلان حنا واش طلبنا أنا نحكي كالتي زيوزو كل واحد وبي آمر حنا طلبنا كي جمس يفادي كيكمل العملية كيكمل العملية كيكملها بالطريقة الخاصة نحن طلبنا منه أنه يطلب من سيد الأميران إفادة لجنة تحقيق لوليد تيزوزو للإطلاع على عملية إعادة الهيكلة خاصة على مستوى البلديات نعطيك مثال يا أخي اسمح لي بتات اخذيت من من شوية نعم مثلا نعطيك بلديات تيميزير هذه واقعة في دائرة وقنون عندنا ميو ثمانية وتتسعين مناظر في الرجيسر 2014 داروا مشاوا داروا إعادة الهيكلة لو كان اتصلوا بالأمين البلدي ورفض يداروا محظور الرفض لا يحبش يخدم لو كان أمين بلدي هذا يستقل يفون كونتاكتي واحد أخر ومو يمشي على المكتب الولاي على بالك الكارثة العلامات الكبرى اللي تسمي هذه مشاوا جابوا آني لأمسيو تعشاشة الونيس نقولوا باسمه بكل احترام إليها تعشاش الونيس هذا منتخب تعتجمع في 2012 استقل استقل من التجمع والاستقال تعلها في كل نواحي البلدية في كل الأماكن العمومية الناس أي واحد تمشي بلد يتميزها في دائرة وقنون يقولك المتخب تعتجمع استقل جابوه وزا تجابو لزوج أشخاص والله من عرفوهم من جابوهم زا تجابو زوج ابنات من حزب جبهة التحرير الوطني من حزب جبهة التحرير الوطني دلوا اجتماع في أربعة واش يقول النظام الداخلي والقانون الأساسي أي جماعة عامة في البلدية لازم تكون استدعائها 15 نيوم من قبل أن النصاب يكون لا يقل عن 30 مناظر يجب أن يكون التبليغ الشخصي للمناظرين ويجب أن يكون الإعلان بها في كل الأماكن وبكل الوسائل التي تمكن أكثر عدد من المناظرين من أجل الحضور هذه الخروقات هذه الخروقات سجلناها أكل أكل إحنا بعثنا بالتقرير ولا نسميه بالطعن سيد الأمين عام باش يعلم سيد الأمين عام أنه الهدف التعنا والغرض التعنا نوترسوسي ماجور مش المناصب المنصب يعطيه للعمل تاعي الجهد تاعي تعطيه للقاهدة الغرض التعنا هو الحزب سيد حماني فقط هل بحضور يعني بعودة أحمد ويحيا ستتم معالجة كل هذه المشاكل التي يتواجه بعض الولايات وحالة الفوضى التي تجهدها الولايات جل الولايات يعني نحن لا نشوف كل الولايات عندها مسؤول دياله ينسير لا نشوف كان المشاكل كامل في الحزب ما المشاكل اللي كان بعضه كامل كل الولايات ولايات دياله عنده مشكل مع الأمين الولائي عنده بروبلا يطرح المقر الوطني حلاغ نعم هل وجهة مطلق تختلف أظن سيد بالقاس أنا كامسؤول أنا زميلي نبيل أنا قلتها ونعودها بسرعة مرة نشمق القناة للمناصب ولا أغرض شخصية والله ما جنا لجل هذي الحمد لله الحمد لله الغرض تعنا هو مستقبل الحزب هذا أنا قلت إمانجيني في الزيليكسيون برزيدونسيال أنا مشي تجيب الاستمارات على الإمضاءات من المكتب الوطني من الأمنة الوطنية ووزعتهم على المستوى المكتب الولاي في تزوزوا تحت يعني رئاسة الأمين الولاي مقدم طيب وعضاء المجلس الوطني مشاول المكتب الوطني جابوا استمارات يعني بطريقة شخصية شكاول رئيس الديوان شكاول قالوا له أعطينا الاستمارات الله مواندر دي شوز يسيد الرئيس هستيليفون عاية الأمين الولاي يسيد مقدم علاش رك تهمش في الناس مدروا هاش علاش تسمعهم وتنكر فيها مجلس الولاي في شهر فبري من أجل يعني الأنيفرسيارة الحزب نعم والإعطاء يعني تعليمات على الأمين العام اللي من أجل الرئاسيات خربوه طيب هل أحمد ويحيا واليوم وعودته اليوم إلى الساحة السياسية هي بمثابة كخطوة أولى للعودة للأمانة العامة والله هذه ما نقدرش نجاوبك عليها يعني السحمد ويحيا أنا نتقيد بالتصريحات نتاعه هو قال لك راني جيت ديرت وجه بتاعي كمناظر راني حاضر هنا وسيسير حضور تاعه احنا كنشوفوه مناظرين احنا كنشوفوه لباس كنشوفو السحمد واش نقوله ان شاء الله يزيد بشرنا بالخير يعني يكون في الخير كان في الحزب وما زال يكون وراو في الحزب وما زال يكون في الحزب طيب سيد نبي الحيماني فقط لنختم هذه الحلقة فقط كلمة أخيرة بالنسبة للموضوع نقوله سيد أحمد ويحيا ما ما قولوش راح وما قولوش يولي ما زالوا معنا وفي قلوبنا والآمين العام بتاعنا نخدمه معك طيب سيد نقسم كلمة أخيرة فقط لنختم هذه أولي أشكر قناة النهار على اللي أعطتنا هذه الفرصة وأقول أن السحمد عمره ما راح باش نقوله أو رجع السحمد كي كان في الحزب يخدم الحزب ويخدم الجزائر وكي كان في منصب المسئولية كرئيس حكومة كوزير أول ولا كمدير ديوان رئاسة الجمهورية أو يخدم البلاد يعني في وين كان سحمد الغارة نتاعنا عرفوه مليح السحمد خدمنا بزاف معه السحمد سوسي ماجورتا هو البلاد هو الجزائر من خلال الحزب من خلال النشاطات من خلال الرجال والنساء شكرا شكرا سيد بالقسم شعبان شكرا لك نبيل حماني مشاهدنا الكرام شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة السلام عليكم